اخر اكد رئيس الوزراء محمد شاع السوداني ان النصر على الارهاب تحقق بالوحدة الوطنية وان التحديات الامنية التي واجهها العراق سابقا اصبحت اليوم من الماضي بفضل يقضة قوات الامن بصنوفها كافة كما لفت الى ان الحكومة تعمل على انشاء معسكرات ومقار وقواعد خاصة بالحجد الشعبي خارج المدن تحقيقا للهدف القتالي الذي انشئ من اجله ان التحديات الامنية التي واجهها العراق سابقا قد اصبحت اليوم من الماضي بفضل عزيمة ويقضة قواتنا الامنية فان الحكومة تعمل على انشاء معسكرات ومقار وقواعد خاصة بالحجد الشعبي خارج المدن تحقيقا للهدف القتالي الذي انشئ من اجله